موسيقى عزيزان المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جيدة من الكائن خاص ضيفنا اليوم هو شخصية خبيرة في الشأن العربي وفي الشأن الحركات الإسلامية عاش أكثر من ربع قرن في المنطقة العربية أسهم بالعدد من الدراسات والأبحاث حول الحركات الإسلامية وكذلك حول الحركة الاجتماعية في المنطقة العربية يسرني في هذه الحلقة أن أستضيف الباحث الفرنسي فرانسوا بورغا أهلا وسهلا سيد فرانسوا أهلا مرحبا فرصة سيدة إذا بدأنا من تجربتكم في اليمن سبع سنوات قضيتمها في اليمن كانت لها تأثير كبير جدا استطعتم خلالها توثيق عدد من أهم المراحل التي عاش فيها اليمنيون هل بالمكان تضعنا في صورة هذه الملخص لهذه التجربة للجمهور الكريم؟ شكرا لهذه الدعوة القيمة في قناة بلقيس زرت اليمن المرة الأولى في سنة تسعين وعدت عدة مرات ثم استقرت في مدينة سنعة في منطقة اسمه قاعة اليهود في بيت عثماني قديم في سنة سبعة وتسعين وقضيت ست سنوات حتى سنة 2003 وكنت مدير المحد الفرنسي اللي كانت تسمي محد الفرنسي للدراسات اليمنية وتحت إشراف وبالتنسيق مع المؤسسات اليمنية كنا نجمع ندعو الباحثين الفرنسيين للتعاون مع زملاء إم اليمنيين في كل من العلم الأثار أو الترميم كذلك أتذكر أن فريق يمني فرنسي رمم السقف الخشبي لمسجد الأسناف قريب من سنعة في خولان في خولان الذي حصل على جائزة أغاقان بعد أن تمت عملية الترميم وكنا كذلك نقوم بدراسات في العلوم الاجتماعية في تطورات المجتمع اليمني الحديث فقضيت ست سنوات كمدير ولكن كذلك كباحث واستفدت من دراسات تاريخية لما وصلت في اليمن وجدت أن من يريد أن يفهم المجتمع اليمني الحالي لابد من العودة إلى التاريخ فمثلا أنا ألفت جمعت مع أعداد من الزملاء اليمنيين والفرنسيين كتاب ضخم من السور نشر باللغتين الفرنسية والعربية تحت عنوان اليمن نحو الجمهورية نعم فكان عندي اهتمام في هذه الفترة من التاريخ الحركة الوتنية من عام 1918 إلى ثورة الستينات إلى ثورة الستينات ثورة تمانية واربعين حركة الأحرار أنا أتذكر أن كل من الزبيري وأحمد محمد نعم أن كانوا يمثلون هذه الفترة جميلة من تاريخ اللي صار اليمن بمرحلة تجاوز القاطعة التائفية داخل المجتمع نحو الجمهورية نعم تقريبا هذه التجريباتي بعدما غدرت اليمن بالبر عدت إلى بيتي بالبر عبر المملكة السعودية والأردن إلى آخره عدت عدد من المرات إلى اليمن المرة الآخرة كانت أول سنة 2014 يعني في بداية قبل الانقلاب يعني قبل الانقلاب طيب من خلال ملاحظتك كباحث ما الذي جعل اليمنيون يفقدون الجمهورية كيف استطاعت جماعة الحوثي أن تسيطر على البلد بهذا الشكل ما هي العوامل التي أدت إلى ما حدث في اليمن؟ ربما نحن نتفق على أن الأزمة اليمنية ليست بسيطة نعم العوامل العوامل الرئيسية للأزمة تغيرت الوضع في سنة 2014 تختلف من الوضع الحالي في 2018 لما بدأت الأزمة الوضع كانت واضح إلى حد العملية عملية إعادة نظام إعادة مؤسسات فعالية بعد سقوط نظام علي عبدالله صالح كان يمشي ببتء لكن يمشي وتدخل الحوثيين عسكريا خرب هذه العملية ففي البداية سلبية دور الحوثيين كان واضح جدا جدا ثم التدخل السعودي الأميراتي جعل الأشياء يختلف لحد إذ التدخل أحيانا بعد المحللين يقولون أن علاج الأزمة تبين أو أسوأ من المرض الأساسي من مرض سنعود لاحقا للدور السعودي والإماراتي لكن دعنا نتحدث أولا عن هل بالإمكان لحركة ثيوكراطية أو لحركة تستطيع أنها تنتمي إلى الماضي أن تسيطر على الجمهورية على مستقبل البلد أما أن هذه فقط هي عوامل أزمة أعمق وأشمل من أنها تكون فقط تعبير عن حالة أو استجابة لرغبة محلية لا أعتقد أن اليمن تعيش فترة تناقض تناقض فترة انتقالية من دروس فترة الرابع العربي أن سنتين ما تكفي وانتصار في الانتخابات لا يكفي لإعادة بناء البنية السياسية في بلد معين لابد من ثورة مدد لابد من سعوبات والدليل على هذا أسوأ من اليمن ربما الاستقرار المصري حاليا فأنا كمحلل أجنبي متفائل إلى حد كبير فيما يخص قدرة المجتمع اليمني لبينى مؤسسات فعالية أولا أنا أخفف البعد الطائفي عند الأزمة أنا أتذكر لما بدأت قضية الحوثيين في 2004 ما كانوا الحوثيين في التقديري ما كانوا ناس طائفيين ما كانوا يريدون يعادة للإمامة هو الذي أدخل سم الطائفية في المشهد السياسي أعتقد أنه الرئيس علي عبدالل صالح الحوثيين مبدئيا في البداية كانوا يريدون أكثر نفوذ إمكانية مدية اقتصادية وهم كانوا في شمال البلد رد الرئيس بلحجة الطائفية قال لهم أنتم شعة أنتم زيديين أنتم تريدون أنتم عمالة إيران وهذا ما كان صحيح مية بالمية هذا الشواهد ربما كان علي عبدالله صالح استخدم الحوثيين كورقة لكن الورقة هذه لا يمكن اليوم أن ننكر دور إيران في المشهد لا يمكن أن ننكر أيضا هناك الوثيقة الفكرة التي تصدرها الحوثيون في عام 2012 التي تقول أنهم هم الأحق بالولاية وبالحكم والسلطة وأنهم أفضل من اليمنيين كيف بالإمكان أن نقول أن هذا هو جزء من مشروع كان تحتر الأنقاض ربما لم يتم القضاء عليه في 62 وحتاج اليمنيون أكثر من 50 عامل كي يعود بشكل أقوى أيضا الموقف الغربي غير المفهوم من الحركة الحوثية ومن التمرد على الدولة كيف بالإمكان أن نفهم عندما تعلن جماعة الحوثية لإنقلاب وتسيطر على صنعها أن تنسح بجميع السفارات وتترك وتتهيئ لها الأمر وإلى اللحظة لم تتعامل معها كما يجب كحركة إرهابية شيء فشيء أولا أنا في البداية ما كنت أنظري للحوثيين كأنهم حراك طائفي لكن مثل ما قلت تغيرت الأمور أنا كتبت خطأ أو سواب أن في بداية الأزمة لما بدأوا الحوثيون يقتربون من صنعها المملكة السعودية كان يساعدهم لماذا؟ كان يساعد السعوديون أصلا كانوا يساعدون الأنذمة الاستبدادية ما يريدون انفتاح سياسي ما يريدون أن حركة الإسلاح حزب الإسلاح يسل للسلطة ويستمر في السلطة فوجدنا أن في البداية السعوديون ربما ساعدوا الحوثيين لما كانوا يقتربون من صنعها ثم غيروا ثم صحيح أن أسلوب الحوثيين بدأ يقترب من أسلوب طائفي شوية مع هذا لا أبتقي أن الطائفية هو من جزور الأزمة حاليا أستطيع أن العودة إلى تويلة المفاوذات على شرط أن متطالبات التحالف تنزل شوية ليس من الممكن أن يقبل الجانب الحوثي متطالبات التحالف تعودوا إلى سعادة وتراجعون كل الأسلحة إذا عدنا في جزور الأزمة عندما تتحدث عن وجود إشكالية لدى جميع الأطراف في فهم الحركة الحوثية الحوثي حاول تقديم نفسه كحركة جاءت من أجل إصلاح الأوضاع لكن في لحظة فارقة انقض على كل البلد واستطع أن يخلق واقع مغير هل نستطيع أن نقول أن العالم إلى الآن لم يستطع العالم الغربي أو العالم التحديد مفهوم واقعي لما هي الحركة الحوثية أما أن الأزمة اليمنية دخلت في تلابيب أزمة أكبر أزمة الإقليمية بين السعودية وإيران وامتداداتهما الدولية ربما نتفق على فكرة بسيطة أن الغرب لا يفهم الأزمة اليمنية بعمق لكن نعيد فكرة أن هذه الأزمة صعبة ليست بسيطة لا يوجد معسكار ضد معسكار آخر موقف الغرب حالياً الغرب عن فرنسا يوكي الولايات المتحدة عندهم أولاً مصالح تجارية يبيعون الأسلحة إلى كل من الإميراتيين والسعوديين ثم الغربيون ما عندهم فهم سياسي واضح من المصالح من المعسكرين عدة المحلل الغربي يسأل أين هو الإرهابي الإسلامي؟ أين هو العلماني؟ وهذا الإطار ما تتبق إلى اليمن ليس من الممكن أن نقول من جانب الإسلام السياسي من جانب آخر العلمانيين ما تتبق فما عندهم فهم الإسلام السياسي في اليمن موجود في كل موجود في الحامش المتشدد من داعش والقيدة موجود عند حزب الإسلاح موجود عند الحوثيين إلى حد فهذه النقطة مهمة أن لا تفهم لا تجد الغرب صورة بسيطة من المصالح الإيديولوجية أخيراً ربما هي المنطقة المشكلة أن المجتمعات العربية هي متدينة بطبيعها وبالتالي السياسة جزء من حياتها كما التدين يعني تعاني إشكالية الغرب من تبسيط من ميل إلى شيطانة التيار الإسلامي ككل بس انتهى الموضوع إلى شيطانة الشعوب العربية بشكل أكمل انتهى الموضوع من شيطانة التيارات الإسلامية إلى شيطانة الشعوب العربية ومعاقبة تبشيك كبير جداً مالأسف مالأسف لكن العامل الثالث عن ختاب التحالف وربما ختاب جزء من المجتمع اليمني أن هناك بدأ الأزمة اليمينية نتيجة تدخل مباشر لإيران وأنا لست موافق مئة بالمئة ربما ما نتفقى لهذا لكن أنا أدين الدور الإيراني في سوريا ومتدخلوا بوضوح لكن في اليمن ما أعتقد أن في 2004 الإيران كان خلف الحوثيين ما أعتقد أن وجود الحوثيين في آخر سنة 2014 جاء نتيجة تدخل إيراني الإيراني شيئاً فشيئاً بدأوا يحتمون بهذه لكن الحديث عن الدور الإيراني هو سابق هناك بدر الدين الحوثي وحسين الحوثي وآلاف ذهبوا إلى إيران لتلقي الدراسة صحيح على سعيد فكري أنا أتذكر أن العلماء أو البحثين الإيرانيين كانوا يزورون في اليمن ويدرسون المنهاج الزيدي لكن ما بين الاحتمام الفكري والديني والتدخل السياسي المالي العسكري في فرق وما أعتقد ربما خطاء ربما عندك معلومات إضافية لكن ما أعتقد أن تم تدخل إيراني عسكري في اليمن في سنة 2014 رغم هذا الولايات المتحدة وإلى حد حلافة الولايات المتحدة ينظرون إلى أزمة اليمن كان حرب اليمن حرب ضد إيران وأنا أعتقد هذا خطأ حرب ضد إيران مطلوب من الولايات المتحدة مطلوب من إسرائيل فإذا يغذي سوء فهم عمق الأزمة لذا الغرب حتى الآن يتابع خطاب التحالف يأكل كذاب تحالف فيما يخص الأزمة فيما يخص أيضا الأزمة هل بالإمكان أن بلد ملكي يعيد الجمهورية في بلد آخر وهو كيف يمكن فهم هذا القصة تناقض واضح يعني في ستينيات القرن الماضي كانت السعودية تدعم الملكيين اليوم تقول أنها تدعم الجمهورية في اليمن إذا ذهبنا إلى أيضا التداخل أو التباين الكبير في أهداف دول التحالف في اليمن هناك يعني من يرى أن الدور التحالف لا يقل سواء عن دور إيران التحالف استطاعة الإمارات استطاعت أن تبني ميليشيات خاصة بها أن تتحالف مع تنظيمات متشددة تحت الجزرات سقطرة رغم معارضات الحكومة اليمنية الشرعية ما المتاح أمام اليمنيين في استمرار هذه الأزمة بشكل كبير جدا وخروج الحلفاء عن الدور الذي أعلنوه التخلص من كل تدخلات أجنبية قد تكون المرحلة الأولى العودة إلى تولة المفاوضات من دون أي تدخل من دون أي تأثر ولا سعودي ولا فرنسي ولا قطري أنا أعتقد أن الشعاب اليمني في الماضي كان قادر على تجوز التائفية في لب الثورة الجمهورية أن الزيدي الزبيري والسني محمد محمد نعمان تحلفوا اتفقوا تجوزوا الانتماءات التائفية المجتمع اليمني كان نموذج من قدرة الشعب معين في المنطقة أن يتخلص من الفتنة التائفية فلابد من عودة إلى جذور هذه الفترة من التاريخ وأنا أعتقد أني أصدقاء في الجانبين ما أعتقد أن كل حوثيين ناس طائفين أعرف منهم الذين مستعدين للتجاوز هذه الفترة لكن من يسيطر اليوم على المشهد ربما كان هذا الحديث قبل الاستيلة على الدولة قبل الاستيلة على السلاح اليوم ربما تغير طريقة التفكير الآخرين اليوم يريدون حصة أكبر من الكعكة يريدون فرض واقع مختلف في الطرف الآخر لا توجد إرادة موحدة هناك تشضي كبير جدا في الحكومة الشرعية هناك تبعية واضحة مثل ما هناك تبعية لإيران هناك تبعية للسعودية والإمارات هناك ميليشيات داخل الدولة وفي كل مكان الحلول هذه تبدو بعيدة المنال ونحليث عن إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات أن تذهب هذه الأطراف طوعية ربما هو نوع من الكلام الحالم أرجو أن تخطى في هذا الغياب من أي متفائلة أنا أكثر متفائل في المستقبل القريب لكن ما وصفته مع الأسف هذا هو الحال حاليا الآن هل بإمكان اليمنيين البحث عن مخرج آخر من بإمكان ندعم هذا المخرج غير اليمنيين لا يوجد حل عسكري منذ ثلاث سنوات شفنا أن جهد التحالف دمروا البلد جعل اليمني على حامش الكارثة الإنسانية ولم يدخلوا تعز ففشل الحل العسكري واضح فما الذي يبقى إلا عودة المفاوضات المفاوضات يجب أن تبنى على قاعدة واضحة من الاعتراف بأن هناك مشكلة كيف يمكن أن تذهب الأطراف اليمنيين للاعتراف بوجود مشكلة كيف يمكن أن نشاهد العالم حتى الآن المفاوضات كانت مرفوضة من الجانب الحوثي أعتقد أنها كانت تبدأ بمتطالبات أعلى كانت التحالف تسأل من الحوثيين استسلام ولا مفاوضات أنا أعتقد أن المفاوضات تتم على أساس نوع من تنازلات من الجانبين فعلى اليمنيين وليس على السعوديين والإماراتيين أن يجدون أرضية مشتركة أرضية مشتركة في ظل هيمنة السلاح يعني يغيب العقل يغيب المنطق يغيب الحوار أنت متشائم أكثر من اللازم يجب ربما أنا أقول ما يشعر به اليمنيين خلال أربع سنوات ربما هناك حالة كبيرة من الإحباط لدى اليمنيين نتمنى أن يكون هناك تفاؤل قليل من الذي تحمله لكن بالتأكيد أنت ترى الأمور من منظور مختلف كمراقب كمهتم وبالتالي ربما هناك زوايا لا نلتفيد لها نحن أنا مثل ما قلت أعتقد أنه من بين الحوثيين في ناس غير طيفيين في ناس مستعدين لكن الخطاب المتساعد الآن هو خطاب العنفر ربما التيار المتشدد يعني إلى حد إلى حد الحوار الذي نشر في جريدات فانسيا الفيقارو من ثلاث أسابيع ما كان متشدد بقدر ما تقول أن كل المشهد الحوثي هو حاليا أنا لست مع الحوثيين ولست مع أي ترف في البلد لكن لابد من إعادة الأرضية للمفوذات وأعتقد أنه لابد من اعتراف شيء من وجود الحوثي في شمال البلد حاليا كي تبدأ مفوذة حقيقية طيب إذا ما ذهبنا استمرنا فيما يتعلق بملف حبوق الإنسان ملف شائك هناك سجون هناك عشرات الآلاف من المعتقلين سواء لدى الحوثي أو لدى المليشيات التابعة أو للتحالف هناك سجون سرية للإمارات في أكثر من خمسة أو ست محافظات تقاسم هذه الورقة كيف بالإمكان الحديث عنها عن وضع حقوق الإنسان في ظل استمار الحرب ظل استمار الانتهاكات مع الأسف احتمام الغرب حاليا لقضية الحقوق الإنسان دائل جدا إن برح شاركت في برامج حول ذكرى الخامسة لمجزرة ميدان رابعة من الذي تدخل في المشهد الغربي في المشهد العربي ولا الحكام ولا المجتمعات المدنية فعليا تعاني بلد اليمن من هذا الموقف السيئي من المشهد الغربي لا شك في ذلك المنظمات الحقوقية الغربية تتقدم مثلا أنا شرت في مبادرة نائب البرلمان بدأوا يطلبون لجنة تحقيق برلمانية حول قضية بيع الأسلحة إلى كل من سعودية والإمارات وتتقدم هذا الملف هذا شيء بسيط لكن قبل ستة شهور لم يكن هناك ولا صوت واحد في المشهد البرلماني الفرنسي ونائب من الأغلبية لرئاسة لرئيس مكرون بدر بإدانة سياسة بيع الأسلحة وشفت الفاضحة الأخيرة قصف الأطفال جاء رد قناة سيناً أمريكية فأعتقد أن تبدأ احتمام الدولي للجانب الإنساني في هذه الأزمة لكن ما يكفي الأموال التي تدفع كرشاوة لشراء أسلحة من قبل سعودية والإمارات تساهم إلى حد كبير في إسكاة الأصوات مع الأسف مع الأسف لماذا يفرق رئيسنا العزيز إمانويل مكرون بين إردوغان وسيسي ويدين إردوغان ويقول أنه ديكتاتور ويسمح يقول أن لا يريد أن يعطي دروس لعبد الفاتح سيسي مع الأسف الفرق وكمية المصالح التجارية لا شك في ذلك مع الأسف فيما يتعلق بمثل هذه التصريحات نراحض أنه الانفلات أو الأزمات في المنطقة العربية أسفرت عن أزمات إنسانية كبيرة عن آلاف المهاجرين النازحين اللاجئين اليوم الغرب يساهم بشكل كبير جدا في تدمير المنطقة العربية ومع ذلك يبنع وصول اللاجئين والنازحين إلى أوروبا كيف يمكن أن نفهم هذه الازدواجية في المعايير ترف خصوصية الأزمة اليمنية أن ما يتأثر على حجرة الناس اليمنيون يموتون في بيتهم هذا الفرق هذه خصوصية كبيرة خصوصية كبيرة فما يخافون من أزمة اليمن بقدر ما يخافون من أزمة سوريا إذا مع الأسف من خصوصية الأزمة اليمنية ما في احتمام في قضية اللاجئين ما في اللاجئين اليمنيين في فرنسا إلا يعني في أوروبا إلا قليل جدا في خصوصية الأزمة اليمنية أيضا اليمن لم تكن مؤثرا أو فاعلا في السياسة الدولية لكن موقعها كيف أسهم الموقع المتميز اليمن في تحويلها إلى مركز الصراع الإقليمي والدولي عفوا مركز اليمن أو موقع اليمن كيف استطاعت أو كيف تحول هذا من نعمة إلى نقمة كبيرة كيف تحولت إلى ساحة الإسراء مكنة اليمن في احتمام أوروبيين خاصة ما في علاقات ما في علاقات تاريخية ما في علاقات استعمارية ربما جنوب اليمن مع بريطانيا لكن لا لا يوجد علاقات مثل ما جاءت نتيجة فرطة الاستعمار مع سوريا والجزائر وشمال إفريقيا فاحتمام ومستوى معرفة الفرنسيين لهذه المنطقة من العالم يعني قليل جدا جدا وهذا جز من جز من التحليل حاليا لعدم احتمام الرأي العام في الوضع للبلد سنواصل ربما لكن بعد فاصل قصير مناقشة مدى الأهمية الاستراتيجية لليمن وأيضا السبب التباينات الكبيرة التي تعرضت أو استمرار الأزمة الكبيرة في اليمن دون وجود حل لكن بعد فاصل قصير عزيزي المشاهدين استكمل الحوار بعد فاصل قصير عزيزي المشاهدين أهلا وسهلا بكم من جديد نعود لاستكمال الحوار مع ضيفنا السادة فرنسا إذا ما أعدنا لمحاولة تطيف الصراع في اليمن أنت تحدثت أنه لم يكن هناك أي أن المجتمع اليمن لم يكن مهيئا للصراع طائفي لكن اليوم هناك من يرفع أن الصراع هو صراع بين الشيعة والسنة صراع بين الروافض والنواصب الشعارات ليست في مصلحة اليمنين ولا في مصلحة أيضا إيجاد حل سياسي لصالح من يصب هذا الخطاب لما تبدأ أزمة في مكان معين من العالم هذا يسوي إلى فتح باب للمصالح الخارجية أي واحد في المشهد العالمي ينظر إلى اليمن شو استطيع أن نخذ بفضل هذه الأزمة فكل واحد يتدخل كل واحد يشرح الأزمة من منظور معين طائفي وستراتيجي وأول ما تضيف العلاقة الوتنية بين مؤاطني اليمن كل من اليمنيين ينزل ويمسك انتماء غير الانتماء الوتني فاليمني يصبح سني أو يصبح شيعي أو يصبح قابلي أو يصبح جنوبي فكل مناسبات بديل للانتماء الوتني تعود وتلعب دور فيما يخص استراتيجيات الفاعلين الإقليميين الإماراتيون السعوديون الإيرانيون كل يختلف عدة الناس ينظرون إلى ديبلوماسيات المملكة السعودية كأنه ديبلوماسية دينية ليس كذلك مثل ما ذكرتم السعودي لما يقوم في السباح لا يبحث إمكانيات إنشاء مؤسسة دينية أو تصدير الوحبية ينظر إلى المستقبل أكون الاستمع استمر في العرش يوم أو أسبوع أو شهر هذا هو المطلوب لما تنظر إلى السياسة السعودية في اليمن تجد أن السعوديون أي دول الشيوعيين في جنوب في حرب 94 ليس لهم أجندة دينية عندهم أجندة براغماتيكية يريدون أن يستمروا في السلطة يخافون عن اليمن يخافون عن عدد السكان اليمن يخافون عن النموذج الديموقراطي اليمن خافوا من الانفتاح السياسي من الربيع اليمني ما كانوا أن أي من هذه التجربات تؤدي إلى انفتاح فعالي سلمي فبدأوا يخربون التجربة في مصر كانوا يريدون أن يخربوا التجربة في تونس والإماراتيون عندهم نفس الأجندة في ناس يقولون نعرف أن الإماراتيون والسعوديون عندهم تفكير يشيطنون تيار الإسلامي الوسطي الإخوان المسلمين وأنا أحيانا أقول ليس هناك خلاف أقائدي بين الوهبية وفكر الإخوان المسلمين في الخلاف ليس أقائدي سياسي أم يخافون ليس عن منهاج الإخوان المسلمين يخافون عن شعوبهم يخافون عن السلطة عن القوة يخافون عن الديمقراطية يخافون عن الفكر الذي يجمع أقوى تيار المعارضة في المنطقة نفس الشيء للإماراتيين فلابد من نتخلص لأن أعتقد أن الطائفية ليس السبب الحقيقي المشاكل المصدر المشاكل ليست الخلافة الطائفية الخلافة الطائفية يغذي وأنا أعطيكم أمثلة يمنية من الذي أدخل صم الطائفية في المشهد السياسي علي عبدالساليم مثل ما قلت لكن ربما نسيت صفحة في تاريخ أولا مثل ما قلت في 2004 لما بدأت الحوثيون يطلبون أكثر موارد اقتصادية رد رئيس علي عبدالسالي بالمستلحات الطائفية قال أنتم عمل إيران تريدون إعادة الإمامة في سنة 2006 ربما تتذكر سنة 2006 كان سنة حرب حزب الله اللبناني نعم انتصار حزب الله اللبناني ضد إسرائيل في جنوب لبنان وسمعة حزب الله انتشرة في العالم العربي السني كله كانوا بدأوا حكام العرب يخافون من سمعة حزب الله فأنا كنت في اليمن وأتذكر لوحات لما أعظم سدام حسين سدام حسين في الختاب الإعلامي اليمني أصبح أسد السنة لماذا سدام حسين ما كان رمز الانتماز السني لكن أصبح أسد السنة وكانت كان اللوحات يذكرون الجمهور اليمني أن هم الذين أعدموا سدام حسين من الطائفة من طائفة حزب الله يريدون يخذي التناقض ثم أنتم تعرفون أن بدأ علي عبدالله سلي يضرب الحثيين باسم الطائفية ثم تحلف مع الحثيين العكس فنجد أن الطائفية وسلة بيد المحيمنين أكثر من أنها بيد المعارضة المعارضة لما توجه ديكتاتور لابد من الوحدة لابد من تجاوز الخلافة الطائفية كلنا صف واحد ضد الاستبداد بالعكس الاستبداد فرق تسد يريد أن ينقسم المجتمع فأعتقد أن الطائفية قد تتجاوز ما أعتقد أن تلعب الطائفية في المنطقة دور أساسي خلال الفترة أول ما تتخلص المجتمع من الصراع السياسي تقوم من جديد ودور اليمن مثالي في التاريخ الحديث في أول التسعينات كان الوضع في اليمن مثالي بقدر ما حزب إسلامي الإسلاح التجامع اليمني الإسلاح كان يقوده شيوخ حزب الإسلاح حزب طبع سني أوكي يعني من حج الإخوان المسلمين سني ليست شعي قادة الإسلاح كانوا من شيوخ قبع الزايدية وتجاوزوا هذه الفتنة التائفية فلعب واليمن في أول التسعينات كان البلد الوحيد في التسعين نحن في بداية الحرب الأحلي في الجزائر مثلا الجنرالات يموتون المعارضة بينما نحن في اليمن أول التسعينات اليمن الإسلاميون تشارك في السلطة فكيف لا تستطيع اليمن أن تعود إلى هذه الفترة حيث تبين أنه قادر على تجاوز الفتنة التائفية أنا متفائل من جديد إن شاء الله ينتقل التفاعل لمشاهدين لكن هناك ملحوظة أساسيا ألا تخشى السعودية والإمارات أن ينعكس كل هذا الخراب عليها يعني اليوم الأموال التي تدفع وتغذى للعنف في اليمن وفي غيرها من المناطق ألا تنعود أو تنعكس آثارها على هذه الدولتين هذه الأنظمة دعيفة دعيفة يوم فيأم يقدم لنا لمن يحلل بدقة هذه الإقراءات ليس دليل على راحتهم على قدرتهم للتعامل سلميا مع شعوبهم من جديد أقول أن أمار السعوديين حاليا يخافون ليس من الإرهابيين هذه الأنظمة يحب إلى حد كبير المتشددين المتشددين يكون مبرر لمنع أي انفتاح سياسي هم حاليا غائفين من شعوبهم شيئا فشيئا هذا تتبين مع الأسف الغرب حتى الآن يستمع إلى أغنية السعوديين ويقول هم معنا ضد الإسلاميين لكن هذا خطأ منهجية هم ضد شعوبهم وهذا تتبين بعد يعني نهائيا حتميا تتبين هذا التناقض في ضرورات التغيير والتاريخ يعني لا شيء يبقى إلى الأبد يعني لكن أليس من الأولى لهذه المنطقة أو لهذه الدول أن يكون هناك استقرار في اليمن باعتبار أن اليمن هي البوابة الجنوبية للمملكة وهي أيضا البوابة يعني بوابة الخليج العربي بشكل كامل ما الذي جنته اليمن من وجودها بالقرب من دول الخليج غير المصائب طرف تشريح مالك سعودي في الثلاثين قال مالك سعود قال أن هم خائفين مسلحتكم يكون في انقسام اليمن وفي شقة هذا صحيح أن هناك منافسة بين نظامين أنا أعتقد أن اليمن يتقدم تاريخ المنطقة بفتة التأسيس حتى ولو لم ينجح كاملة للعملية تقدم تاريخ هذه المنطقة من العالم بعمل التأسيس نظام جمهوري ومن التبعي أن الأنظمة المجورة خائف إلى حد من هذه التجربة طيب فيما يتعلق بأداء الحكومة الشرعية كيف يمكن تقريم أداء الحكومة الشرعية كيف يمكن أن نفهم أن الحكومة تتحالف مع سعود الإمارات بينما الإمارات والسعود تمنعها من العودة إلى الداخل اليمني هذه علاقة مشتبهة يعني يبدو أنه لا يراد البحث عن حلفاء بقدر البحث عن التابعين هذا من تنقضات تين النظامين الأزمة مالقطار دليل آخر صدفة صدفة قطعوا العلاقات وبدعوا حصار وهذا نموذاجا لماذا؟ لأن القطر بعيون الأمار السعودين والإماراتيين يمثل قوة مؤيدة لشعوب المنطقة ليس للتيار الإسلامي لشعوب المنطقة لحراك شعبي استقلالي في المنطقة فتتراقم تنقضات هاتين النظامين مع الأسف بمساعدات الولايات المتحدة لب سوء الوضع حاليا أن ترمب ينظر إلى المملكة والإماراتيين كأنهم حلفاء في ضرب إيران وضرب إيران أولوية البرامج الأمريكي لصالح إسرائيل فنحن أمام لبما تناقض الرئيسي من أسباب استمرار الأزمة اليمنية أن الولايات المتحدة تنظر إلى حرب ضد العوثيين كأنها حرب ضد إيران هناك أيضا جزء من الإشكالية تتعلق بأدوات التواصل والإتصال ماذا ربما هناك الكثير من الإتصال مع الحوثي بغدر والتعامل مع صنعة باعتبارها صنعة هي الأساس لاحظنا في موقع مثلا على سبيل المثال كان في موقع الخارجية الفرنسية صفحة تعريف عن اليمن وتقول أن الرئيس هو صالح الصمات تقول أن الرئيس اليمني هو صالح الصمات وليس عبد رب منصور كيف يمكن أن نفهم هل هناك تمت اختراقات أم أن هناك جهل كيف يمكن أن نفهم هذا أول مرة أنا أسمع أنا أتابع جهد الخارجية أعتقد أن عندهم يعني عندهم ناس يعرفون الوضع في اليمن لكن ليحدث و حملة التحالف على وسائل الإعلام هذا تؤدي لنتائج سلبية لكن حتى الآن ما شفت أن جهد الحوثيين في وسائل الإعلام كانت ناجحة جدا بالعكس مزين قوة لسالح التحالف بوضوح الشهر الماضي زار السفير الفرنسي الصلعة ولم يذهب إلى عدن هل له علاقة بالإفراج عن مواطن فرنسي أم أنه لا لا رفضوا الحوثيين رفضوا الاستقبال السفير الفرنسي نتيجة وجود لقوة الخاصة مع التحالف في منطقة عديدة هذا كان المرلفات ولم يتم المسالحة شاملة لما زار سنع لم يتم اللقاء مع مسؤولين الحوثيين التقى بمسؤولين في الخارجية اليمنية في الخارجية التي تسيطر عليها مليشية الفات التقى بفيصر أبو راس ومجموعة آخرين مكيادات مليشية الحوثيين بالاحتجاز المواطنين الفرنسيين أم أنه جزء من تسويق للمهمة المبعوث الأممي بكل صراحة لست من مؤذفين الخارجية ما عندي كل تفاصيل آخر مراحل الألاقة الفرنسية مع الحوثيين أنا لاحظت أن خط التواصل مع الحوثيين كانت ضعيفة جدا ومن جريد ورغم أنني ما أؤيد مع أسكر أقول أن لابد من إعادة نوع من التوازن بين الجانبين كي نجد عرضية مشتركة لفتح المفاوضات الأسبوع اللي جاي في جنيف هل تعتقد أن الأطراف اليمني ستذهب إلى جنيف مات هل من مصلحة التحالف ومصلحة القوى الأخرى أن يذهب اليمني إلى جنيف يعني يذهب ولكن إذا ما يغير العرضية المشتركة للمفاوضات ما يتم غير كلام فادي خلال يومين وبعد تنتهي هذه الدورة هناك تجربتين سابقتين في جنيف وفي سويسرا وفي الكويت وغيرها ومع ذلك لما يصل للجميع إلى نتجة كيف يعني هل الأمم المتحدة أيضا هي تدرك عمق المشكلة وبالتالي تستطيع أن تبحث لها عن حل جذري أم أنها فقط مهمة مبعوثة الجديد لن تختلف عن مهمة تساركي مع الأسف حتى الآن الأمم المتحدة كانت تشتغل تحت إشراف الدول الكبرى منها وليت المتحدة سعودية والإمارات فما كان دور ووجدنا نفس الإشكالية في ليبيا قبل أصول السلامة كان الأمم المتحدة مع عم أسكر ولابد من نوع من الحياة في أزمة سوريا كان مع النظام بوضوح فإذا لا يسمح الأمم المتحدة أن تلعب دور المطلوب مع الأسف مع الأسف داهم وقت البرنامج لكن ثمت دقيقة متاح فيها رسالة توجهة لليمنيين للشعب اليمني للنخبة السياسية للأطراف المختلفة ما الذي تريد أن تقوله لهم أنتم أكثر وطن قديما في هذه المنطقة من العالم لعبتم دور مثالي خلال التسعينات فنرجو منكم أن تعود إلى الأقلانية التفاوض بينكم بدون أي بدون أي مواطن فرنسي ولا أمريكي ولا إمارتي ولا سعودي تتخلصون ولا إيراني تتخلصون من كل التدخلات الإجنبية وتخزنون أو ما تخزنون تأكلون بنت سحن أو المندي أو وتجدون أنتم الحل وأنا مقتنع أن أنتم قادرين لإجادة هذا الحل السلمي المطلوب من الجميع شكرا جزيلا لكم وكنت سعيد جدا باستضافتكم سعيدة جدا أعزائي المشاهدين في ختم هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر الباحث السياسي البروفيسور فرانسوا برغة نلتغيكم في حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة